اهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم في لبنان اليوم الانتخابات البلدية تملأ المساحات الاعلامية وتغمر الساحات الشعبية والملهات ربما ربا نافعة لظاهرة الديمقراطية ولو على هذا المستوى في لبنان اليوم جلسة ماليسة لمجلس الوزراء بجدول عمل عادي وقيل ان قضية امن الدولة ليست في المتناول فيما المتداول خارج مجلس الوزراء هو في ساحة النجمي للبحث في اللجان النيابية في اربعة مشاريع قوانين للانتخابات النيابية الاثنين المقبل جلسة للجان والثلاثاء جلسة لمحاولة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الاربعين منذ عامين في المنطقة اليوم هدنة اوقف نار يشمل حلب بعد اتفاق روسي امريكي على مد التهدئة النسبية الى حلب وبعد قرار لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن هذا الشأن الذي يمد تأثيراته وتداعيته الى كل مناطق الاقليم ولبنان ضمن هذه المنطقة معنا مباشرة الاستاذ ايدي ابن لمع القيادة في القوات اللبنانية اهلا وسهلا فيك اهلا فيك يعني للتوكن الدكتور جعجع عند وزير داخلية والبلديات نهاد المشنوخ هل هذا دليل ثقة بالميظلة الامنية ولا بأمن لبنان وسؤال اخر هل الانتخابات معركة الانتخابات البلدية تؤشر الى ثقافة ديمقراطية ام الى ثقافة تنكيات ام لها انتدادات الى الانتخابات النيابية المقبلة دون شك انه الاجهزة الامنية عم تقوم بعملها على اكمل وجه ما في اي ملاحظة بهذا الموضوع بعتقد انه الشعب اللبناني صار شايف انه اجهزته الامنية حقيقة قادرة صارت قادرة وهي دا هاي نقطة كتير كتير منيحة خاصة بالسياء اللي نحن عطول عم نطالب فيه وهو اتكال على القوى الشرعية اللبنانية منها الامنية ايضا للامساك بالامن في لبنان واكتر واكتر عم تدل هالاجهزة الامنية وجيش اللبناني على انها قادرة عم تعطي ارتياح قادرة انه فيه حركة القيادات اي لانه ما كانت كتير قبل اي لانه الاتهام عطول كانت انه اذا فيه سلاح خارج الدولة لانه هايدي الاجهزة وجيش غير قادر هذا الشي صار خطأ هلا غلط لانه فينا نقول انه الاجهزة وجيش اللبناني قادرين انه يضبطوا الامن في لبنان يضبطوا حدود اللبنانية ومش بحاجة لميني يزرون نعم رح نحكي عن هالموضوع وموضوع السلاح طبعا هلا على مستوى على مستوى البلدي نعم على مستوى البلدي طبعا لا فيه ثقافة ديمقراطية في لبنان الثقافة الديمقراطية في لبنان بدت تتجلى بطريقة باخرى يعني بدت تبين بحلتها اللبنانية وحلتها اللبنانية يعني من ضمن كما تكونون يولى عليكم عم انه فيه شوية تطور لقدام يعني عم بيصير فيه شوية تغيير بالزهنية وبالمطق يعني بعطيك مثل من كم سنة خليني نقول ست سنين لورا كان انتخابات البلدية تعني العائلات فقط وكان تعني عند كتير من الناس كمان انه هايدي شغلة انمائية بحث بحث ومقالها علاقة بالسياسة نعم لعنا عم مجرب هلأ بعطيك تغييرت الزهنية الناس عم بلج تفهم انه كله سياسي بالاخر السياسة سياسة الانماء هو منساسة المجتمع هو طبعا شو سياسة سياسة هي إدارة المدينة هو هي إدارة المجتمع بابتلي بالانماء بالأمن بالابتصاد بكتير مواضيع هيدا موضوع من الموضوع السياسي بس هم في اتهام للأحزاب هلأ رح نرجع هم بتجرب انه هي ترجع تخرق العائلية رح نرجع انه منها مشروع خيري هيدا اللي عم قوله الصورة منها هيك المنيح اللي صار بين 2010 و2016 انه بلشت الناس تفهم انه اخر شي هيدا عمل سياسي اساسي يعني الانتخاب البلدي هو عمل سياسي بامتياز ولانه عمل سياسي بامتياز اصبحت الامور بين العائلات والاحزاب اكتر مما كانت عليها بال 2010 وفي تقدم بهيدا الاتجاه وبهيدا المفهوم مما يجعل اذا بدك من الانتخابات البلدية افضل شوي حال مما كانت عليها في الماضي بمعنى انه بلشت الامور تاخد طابع سياسي يعني اليوم ما بقى فيه ولا حزب يتنصل من الانتخابات النية يقول انا ما خصت تركها للعائلات او العكس البلدية البلدية عفوا لا اليوم الاحزاب موجودة والاحزاب هي العائلات العائلات من الاحزاب نعم انه هيدا ما بقولوا السكيزوفرانيا او قد اللي بتعمل انه ولا بنا نفسه حالنا عن حالنا ما بنقدر لانه عمليا هي من مين مكوني الاحزاب؟ من العائلات في شي حدا من البيت ومن المنزل من جارة كوكب اجا على الاحزاب لا بقى بتالي لا الاحزاب عم تلعب دور ولكن الدور اللي عم تلعب هو دور منظم ودور محرك يعني اللي بنقول محرك يعني مطور مش دور مفتعل يعني لاخذ الوهج الوهج العائلات لانه الممارسة عم بتكون بعضها الى حد بعيد او خليني الى حد معين بين العائلات والاحزاب يعني بهالمنحة خليني اقولك عنوان بس هي عمليا طبعا بس بكل الاماكن لانه مشوف بالمدن الكبرى او بالبلدات الكبرى بتصير متل مع حضرتك عم تحكي ولكن بالدساكر والضيع والقرص الغيرة عم تكون بين بيت وبيت ما يخيه وخيه هي صحيح بالمدن وبالبلدات المتوسطة عطول يعني فيه جو اذا بدك سياسة اكتر وبالتالي الناس بتروح عالسياسة اكتر وبالبلدات الصغيرة بيبقى اوقات في بلدات فيها عائلة وحدة فيها جباب هلأ جباب بالذات الاسم او بغير اسماء ما هي ذاتها بيصير في معركة جباب بقى انا برأي انه لا الامور باللبنان رايحة سواب غير شي يعني انا برأي حتى بالبلدات الصغيرة عم بيصير فيه تحولات وهيدي خلص صارت تخرب العمل شوية تخلف يعني انكيات اي صارت انكيات وتخلف وما بتعطي نتيجة لانه بالاخر انتوا شو بتكون ما بتكون البلدية تقوم بعملها على اكمل وجه بقى اذا بتقوم بعملها باكمل وجه بدهو مني رائبها بدهو مني اتبعها بدهو مني يوقيبها يعني مثلا بعطيك مثل انه اليوم نايب المنطقة نايب منطقة نايب المنطقة له دور كتير كبير بمواكبة البلديات بمساعدتها على أنه تتمم هذا السياسة الإنمائية اللي عم نحكي عنها يعني هو الرئيس بلدي لحاله ما بقدر خاصة يعني هلأ طبعا بنا نحكي كمان بقانون البلديات هون المعادلة اللي حكيت فيها أستاذ إيدي ومسؤولية النيب والمعادلة البلدية اللي حضرتها قم تحكي فيها أنه فيها نقلة نوعية هل ذلك يعني يذهب إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وبالوقت ذاته اللامركزية الإدارية ما بتاخد من الزبائنية السياسية يعني كمان النيابة النائبة يمكن يكون متوجس من اللامركزية الإدارية هو عمليا مش هيك لازم يكون اللامركزية الإدارية بحاجة أو شي لأجواء لحتى لإنها تتم ما فيك تفرض اللامركزية إذا الناس ما بدي إياها بس عمليا بتحس أنه لا الناس بدأ ليش؟ بدأ توسع نطاق العمل البلدي ولكن إذا بدأ توسع نطاق العمل البلدي وبعتقد فيه إجماع حولها الفكرة هذه بدك تغير أنون البلديات كله سوا يعني أنون البلديات غير صالح اليوم لإدارة البلديات بتمهول برأيك انتخابا وإنماءا ومحاسبة على كل مستويات أنون البلديات لازم أنه يغير وبدو تعديلات كتير كبيرة وانت بتعرف باللمركزية السياسية الإدارية الإدارية اللي عم بيحكوا عنها هي المركزية صار فيه مجموعة اشتغلت وانكبت على هذا الموضوع زياد بارود وإيست سليمان وحطوا برنامج كتير حلو يعني عندك هيئة قضاء هيئة قضاء على مستوى القضاء اللي هي تنتخب هلأ طبعا بتقلي هيدا بتخفف شوي من دور النهيب اللي كتير بتحشر بأمور البلدية أو العكس الصحيح أنا بقول إنه ممكن أنا تخفف وهيدا أحصل لأنه بنهاية النهيب شو شغلته النهيب شغلته شرع مش شغلته يحمل زفت ويروح يزفت طرقات ويروح يزفت شو اسمه خليني أقول يعني هون بيتعزز دور الأحزاب هون بيتعزز دور الأحزاب وبيتعزز دور البلديات يلي بتكون عمليا أول شي خاضع على رقابة دقيقة انت بتعرف إنه بالبلديات في شوية فلتان وهيدا الفلتان منه كتير صحي بتما أحكي عن غير شي يعني فيه حتى نسبة فساد بما كان معين ده سوء الحظ بعدها موجودة وكل الناس بتعرفها هاي الشغلة ما أنا السر مش هناك عم بحكي فيها هلأ بتكون فساد مقصود أو فساد من وراء الأهمال أو إنه الناس ما كتير أو فساد منظم أو طيب فيه منها الشغلة بالتالي وقت بتصير في الأمركزية هذه الشغلة كلها الأمور كلها بتنضبط يعني حتى على مستوى الأداء البلدي بيصير في مراقبة بيصير في مراقبة على كد شيء ومراقبة فعالية مش مراقبة اللي عم تشوفها اليوم يلي هي من المراقبة بيصيروا كلهم تقريبا يعني فاتين بنفس اللعبة يعني يعني بيلعبوا لا بدأ 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 أجهزة وبدأ إدارة مختلفة تماما لصحة إذا بدأ وصحية العمل البلدي أستاذ آدي بعد المصالحة اللي صارت بين الطيار العوني والقوات اللبنانية لا شك بأنه فيه أجواء تغيرت ولكن عم نلاحظ أنه بتنعكس ببعض أجواء بلدية ببلدة معينة أو بمدينة معينة بمناطق أخرى مثلاً ما بتنعكس بزحلة صار فيه تفاهم هو ذاته انعكس على بلدية زحلة بينما إذا بنا ناخد منطقة الحدد منطقة الحدد فيه شي غريب عجيب يعني صاير أنه القوات اللبنانية ويمكن الكتائب وما بعرف بيدعموا ليحة والطيار الوطني الحر بيدعم ليحة تاني بس فيه ناس متفلتين من الحزبين عم بينتقبوا بغير عم بيأيدوا شو بتخبرنا عنه تحالف القوات الطيار هو تحالف أول شي على مستوى أداءه على الأرض بعضه بتجربة جديدة مصالحة بعضه بالمصالحة بعضه بتجربة جديدة من بارح صارت المصالحة من ثلاثة شهر يعني بعد مصر فيه خليني أقول تفعيل مش بس تفعيل فيه تفعيل توسيع بس مصر فيه بعض توثيق وتجربة على الأرض وهي دي التجربة الأولى اللي عم تنعمل بانتخابات بلدية اللي هي منى الانتخابات منى الأفضل لتوثيق أو لتقوية المصالحة لا نتيجة هالتحالف هاي مجهة مجهة التانية عهدنا على نفسنا نحن والطيار بشكل واضح أنه لا إلغاء لأحد واحترام دور الشخصية المستقلة وعدم مثلاً القيام بتغيير أي رئيس بلدية إذا ما كان عندنا أحسن منه يعني مننا يعني ألغيته لا سمح الله مسار إذا يكون خبيث يعني صحيح يسمح لحالي أقول هالشي أنه ما بتلعبه تحت الطاول بتلعبه وواضحة يعني فيه رئيس بلدية أداءه منيح وشغله جيد ونحن معنا بديل له أفضل منه نعم الساعة ترشه وتغيره إذا بدنا نغيره ونكون نحن عم نغلط لو ما كان من صفنا السياسي أو من هوانا السياسي خليني أقول بقى بالتالي نحن حريصين على أنه نعمل هاك بقى بالتالي هايدي التجربة بمحل معين عم تكون إيجابية على هالمستوى يعني مثلاً أم بعطيك ببعض بلدات المتن نعم بلدات المتن في محلات مشين بتفاهم بين كل الأحزاب في محلات في رئيس بلدية نحن ما اعتبرينه أنه بجدائجة مثلاً شو صار وتحالف بين كل الأحزاب كلنا كلنا أطوان جبارة ماشي طبعاً بغير بلدية تعتبرنا في أفضل وممكن كون الأداء أفضل بشخص أفضل فينا نأخذ نموذج مثلاً يعني مثلاً بسن الفيل نعم نحن بسن الفيل في معركة نحن والطيار من جهة ورئيس بلدية من جهة مع من يدعمه بقى نحن مش عم نفوت بمعارك أنتم عيدين جوزيف شوون صحيح والكتائب هلأ هلأ هون إذا بدك صاري تلك لا لأنه الكتائب والرئيس المر هني عملوا حلف بين بعضهم اعتبروا أنه بلك التحالف الآخر يعني لو تحلفنا مع الطيار أنه جاي إلى هون تيلغيهم فرجناهم بمئة محل أنه نحن مش عيدة دورنا ونحن مش نويين نلغي أحد بالعكس نحن بمحلات عديدة بالدكواني مثلا مثلا دكواني تحلفتوا طبعا تحلفنا بمنصورية تحلفنا في محلات كتير تحلفنا بقى بتالي التحالفات مختلفة بس إنه فيه المعركة قاسية بس إنه فيه المعركة بس فيه شي كأنه يعني كأنه عم ينشغل ما حدا عم بيصرح يعني ما عم طعتوا للعلن كتير هاتا المعركة يعني عم تدور مثل كل معركة انتخابية معركة انتخابية يعني بالآخر بدي أقلك شارلي بسيطة يعني أستاذ كحالي يعني دوتر رئيس مشال المر منواجه له تحية والكتائب ماشيين بشكل صحيح صحيح بس بالآخر فيه طرف رح يربح واللي خسر رح يطلع هيهنة يلي ربح نعم هايدي نحن من أمن بالديمقراطية بالآخر هذه لعبة ديمقراطية ما في ضغينة ما في ضغينة ما في حقد يعني ما من ريدة أبدا نحن بس عم نلعب دورنا هو بالسابق شو كان يسير بالسابق شو كانت تعمل الأحزاب كانت تغرب الانتخابات البلدية تجي تسلمها لحدا هو يعني ما بدون حروق صبيعهم بقال لخي شو بدنا نحن حروق صبيعنا مدلا بالمتال كنا نروح كلنا عند دولت رئيس المري اللي كان هو يوزع الأمور طبعا وعنده خدمات وعنده خدمات وعنده خبرته بهذا الموضوع وهو يعني إنسان قدير على هذا المستوى هلأ لا الأحزاب اختارت طريق مختلفة إنه لا أخي نحن هلأ بدنا نقل مسؤولياتنا بهذا الموضوع بدنا نخل ما يجي نقول إنمائية غير سياسية لا هي سياسية إنمائية بالتالي من هلأ بالرايح نحن علينا أن نلعب هذا الدور دورنا طبعا نلعب دورنا ضمن يعني قليل ديمقراطية وقليل ديمقراطية تطلعاتنا كمان على إنه يكون فيه أحسن أداء ممكن بالبلدات دون المساس بأحد ودون إلغاء الآخر وبالتالي نحن كتير حريصين على هذا الموضوع تما يجي يقولوا لنا بالآخر إنه إنتوا والله مسحتوا أخدتوا أو ألغيتوا ألغيتوا أبدا والبرهان على ذلك بالمحلات اللي نحن كلنا موجودين تحت سقف واحد مثل عند أنطوان شاختورة بالدكواني متحفل أنتوا دوت الرئيس المر والطيار والكتاب جوا وكل الناس بقلب هالتركيبة وبالمنصورية صار زيت شي فيه محلات عديدة صار عندما يضغل شأن السياسي على البلد تقريبا على الإنمائي اليوم إذا فيه برامج إنمائية والسياسي هي أقوى هالبرامج الإنمائية وقالت بيعمل برنامج إنمائي ما بده مثلا نقطة تقول بنامجي بالتمويل أو كيف بيقدر يمول برنامجه هي برجع بقل لك مشان هيك اسمها سياسة إنمائية يعني ما بدي حط السياسة بمحل محل من كونها مطلق هني واحد سياسة إنمائية سياسة إنمائية هي متعددة الجوانب يعني فيه شق بيقوم فيه رئيس البلدية والمجلس البلدي اللي معه في شق رئيس البلدي ومجلس البلدي اللي معه بيستعين بالنواب والوزراء لمساعدتهم على الحصول على مساعدات أو على مشاريع تنفذ في مناطقهم لأنه هني ما بيقدروا لحالهم عاك الحال رؤسة البلديات غالبا يعني بتشوفون إنه الله يساعدهم يعني لأنه على هشاشة إذا بدك الأمور عندنا في لبنان وعلى غياب الدولة المركزية بدون يتحمل بيطروا يروحوا عند شمال ويمين وعند الوزراء بس في رؤسة بلديات يحصلوا على حد أدنى نعم في رؤسة بلديات بيتحركوا أكتر بيتوأموا مع أوروبا بعد شي طبعا مع شي بلدي حيدي إذا بدك التغيير هون بده يصير يعني التغيير اللي احنا أردناه ومشانيك عمقول دي تحسين أداء البلديات نحنا ندخلنا بهذا كأوات لبنانية كأوات لبنانية والطيار وطني حرب مع بعضنا هو لتحسين الأداء في محلات بتحس رئيس البلدية نايم والبلدية كلها سوا مجلس أعياني يعني بالآخر إنه شرفية كبيرة إنه أنا عملت عضو بلدي واجهها بقى بالتالي نحنا ما بدنا الشي هذا نحنا محل عم نشوف هيك عم حقيقة عم نواجه وعم نقول له لأ يا شباب إذا بتكون تتعطوا نحنا نركز مجلس بلدي مقبيلكم بالانتخابات لحتى ليكون الأداء أفضل وبالتالي نحنا عم نقوم بهذا العمل لتحسين هذا الأداء يعني محل ما نيمين الشباب من 60 إلى 60 بس بيوعه عم نغير شوي بهذا الوضع عم تحسوا كأوات لبنانية إنه بتقدروا تمونه وكمان كأحزاب أخرى عم تحسوا عم بتمونه على مناصريكن وحزبييكن إنه يا خير نحن نتمنى إنه تقايدوا مثلا فلان أو هالليحة نحن بتخسوا فيها إنه ماشي نعال ولا في ناس بتشيكي نحن بكل صراحة بقدر أحكي عن القوات اللبنانية نعم القوات اللبنانية بنسبة أكتر من 85% تقريبا هي بهمون على مناصرينا بتعرف مناصري القوات هني منضبطين وكتير منظمين بقى بالتالي عنا الأمور أسهل بجوز من غير أحزاب ما عندها تاريخ التنظيمة للقوات اللبنانية على ما عم بولو نحن أفضل من غيرنا بس عم بإلك عم بإلك على الأقل نحن جدية بهذا الموضوع وحقيقة نوصلين إلى حد كتير عالي بالانضباط على المستوى بأمتالياس شو عم بصير بأمتالياس بأمتالياس كمان في معركة شو تأثير الأرمان تأثير دوت الرئيس تأثير القوات والطيار كيف الصورة لحد نحن والطيار بوجه تشنك والمر لا تشنك شو كيف يعني ما نشوف بهال قريب العاجل بيعلنوا عن الموقف ولكن إنه في مواجهة بأمتالياس ما احترامنا لرئيس البلدية اللي هو اللي أبو جودي اللي أنا بيحترمه كتير ولكن تاخد هذا الخيار لأسباب يعني لتغيير شوي بالمنطقة هلأ هيدا بس بس ما في سلبية بالتعاطي أبدا 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 مش هفوض بالتفاصيل بس تقل لك إنه لأ أستاذ قد قبل لما بنروح على العاصمة كتلك يعني زحلة أكيد يعني زحلة ثلاث لوائح وما بعرف يعني إنه ومعركة كأنه يقال إنه عم بتدور روحاها وفي شي هيكي شوي قاسي يعني حكيت عن الأحزاب اللي هي كانت إلا بالمقاومة اللبنانية كان إلا شي بزحلة وإلا وكمان يعني أستاذ يعني الله يرحمه إلياس بايك أبن جزيف بايك كمان إلهم وفي الأستاذ أولى فاتوش بجراء كان كان فيه ممكن تدارك إنه توصل الأمور لهالنبرة العالية بالتعاطي أنا برأي إيه كان يجب تدارك هذا الموضوع لأنه ما كانت كتير كتير موفقة بالخطاب يلي نحكى لأنه مش هيك الأمور يعني بالآخر إنه ما فهمت أنا إنه فيه أحزاب دعمتها وفيه أحزاب وفيه تحدي وإذا بدت تحكي على الأحزاب ليش ما بتشمل الأحزاب اللي هي دعمتها كمان يعني هي مدعومة من الأحزاب أخرى بسم رأيك هي علت نبرتها هيك لله بالله لا هادي هادي إذا بدك بتاعت يعني تعتبر إذا بدك من حواضر المعركة يعني أنه بيعتبروا أنه إذا علوا السقف في هالطريقة هيك بجيشوا أكتر ناس ضد الأحزاب ما هي كمان ما المشلي إنه ما بدك تنتبه على كل كلمة بتقولها لأنه هي مدعومة من أحزاب كمان يعني حزب الله وإفماء وطيال مستاثر وإفماء وإهو أحزاب هوا أحزاب مثل مثل الأحزاب المسيحية لأحزاب المائي إنو هو دي أحزاب هو ديك مش أحزاب ما فهمت أنا إنو في شوية يعني إذا بدك ما كانت كتير ما كان الخطابة كتير موفى أنا كنت بفهم أكثر هل في شي مشاكل شخصية أم مشاكل حزبية لا لا مشاكل شخصية ما فيه نحن نعرف إنو هي بنت عم على الست ست ريلا لا 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 ما إلا دعوة الشغلية ما إلا دعوة ما إلا دعوة قصة تثبيت وجودي يعني لا أكتر ولا أفهم كيف مسار المعركة؟ شو رح يصير بزحلة؟ كتصور أولي يعني يعني الأحزاب المتحالفة طيار قوات وكتائب حسابة تمنيحة يعني وراحين نصاب باتجاه معركة يقال إنو فيه تشطيب رح يصير ما كتير هالحكي دقيق لأن الأحزاب إجمالا مناصرين بيحترموا اللوايح يلي بيعطوه نيوان الأحزاب وبيحطوها زي ما هي يعني كلمة لأ عنا نحن ما بيصير في تشطيب بس ممكن على الواحد الليح تاني لبوجنا ممكن سي فيه تشطيب بيناتهم لأنه هني إذا بدك مضعفين شوي أنتو عنكن التزام لأنا إيه وهني مضعفين شوي الموقف لأنه هني طلوا حزبين بوجه التحالف يعني وعطول حزبين يكونوا بوجه التحالف بيأكلوا من بعضهم بضعف وما وقف بعضهم هل أثرت ما حصل بالواحدة والثمانين يعني برأيك يعني إله تأثيرات وامتدادات للمعركة اليوم؟ لا تخطين يعني هلأ طبعا في تاريخ هالأحزاب هونيكي وتاريخ مجيد يعني ما أنا حدا بيقدر يغبر عليه لأنه وقتها كانت مواجهة بالحقيقة حسب الظروف وقتها كانت مواجهة قاسية مواجهة ضد الجيش السوري اللي ما كانت مسحة بوقتها ويلي استطاعوا أنه يصدوا الجيش السوري بوقتها ويحطوه على حدوده وينقذوا البلد من اشتياح هايدي شغلة طبعا تاريخيا إلى وزنها وإلى ذكراها وبضمير الناس أكيد طبعا هاي الأحزاب ما كانت عم تلعب وقتها كانت عم تقدم دم وشو هدا طبعا أوكي أكيد هذا الشي له له كمان تأثيره بالبلد يعني طبعا بدنا نسأل بس كمان لو كان يعني شغلة محددة بالزمن بنسبة لغيرحم ونصري ماروني يخيوا لأستاذ إلي ماروني هل كمان هايدي زادت من مع بيتسكاف زادت بالشرخ؟ هلأ هايدي شغلة يعني لو موضعية ما بدفوت بالتفاصيل كان فيها الأمور تصير بشكل مختلف فهيدا اللي بقدر أقوله هلأ المواضيع هوني ووقفي هوني هلأ تنشوف شو ساعة هالمعركة الديمقراطية شوية طبعا إلى مدينة الشرائع إلى بيروت العاصمة لبنان نعم يعني هل فعلا التيار الوطني الحر عوّل عليكم أم أنتو تمنيتوا عليه بالنسبة للمخاتير مشكلة المخاتير أنه بيقلك نحنا بدنا كذا بدنا تلتين أو تلتر باع المخاتير بالأشرفية وضواحية لحتى نكمل بليحة البيرتي كتيار وطني الحر أنتو بحديثكم مع الطيار الوطني الحر نحنا مواكبين هذه الوضعية نعم نجرب أن نزلل كل العقبات لحتى لأنه التفاهم يصير على مستوى المخاتير وعن مستوى البلدية والأمور جارية وعن بتصير وبعتقد تزللوا كتير من العقبات اللي كانت موجودة لهلأ بالكواليسيو قال أنه منا هيني صحيح هي راح تكون لائحة البيرتي هي أساسية بما أنت ما بقولوا أنه في كتير أحزاب دعمتها وهيك ولكن لائحة بيروت مدينتي لو عم تخوض أول مرة ولكن هي صارت معركة أرقام أنه لو كان في ربح وازن بتاني مطرح فهتكون معركة أرقام أو يمكن يصير في خرق معطياتك شو بتقول بالنسبة للموضع؟ يعني لو أنتوا بلاحة البيرتي بلا نحكي كوافة نحنا بلاحة بيروت مدينتي يعني عطيت شوي هيك نكهة إذا بدك للمعركة نعم أنه في معركة أنه في معركة وفكرتون يعني هيك طريقتون أورجينال شوي غيرت تنتفي من المعتاد أنه يصير ببيروت أنه نروح كلنا هيك بجدية يعطي تنتفي نكهة للمعركة وخاصة أنه جماعة كمان بيتمتعوا بأفكار حلوة وكل الناس خير وبركة عندهم طرحات جيدة يعني ما فينا كمان أنه وهيدي معركة برجع بقول ديمقراطية نعم وأنا حقيقة صحيح نحنا مع لحة بيرتي بس كمان منحي اللعبة الديمقراطية منحي اللعبة الديمقراطية ومنحي الأفكار الجديدة يعني كمان طيب أستاذ قدي قبل الله مع هالإديال أو هالمثاليات أو ما بعرف هالأفكار المطروحة عند الكل عندكم وعند غيركم يعني شو ممكن يتحقق مننا عندما تربح هالبلدية أو تربح هالبلدية بأي مطرح من كامل لبنان هل فيه ظروف وأرضية عند الدولة وعند المجتمع يعني عند الأحزاب والدولة أنه يقدروا يخلوا هالأفكار تترجم على الأرض أكيدة هلأ الأمور ملنا سهلة لأن الدولة المركزية بلبنان تقريبا شبهم ومشلولة نعم بقى بالتالي ملنا كتير سهلة بس على الأقل يعني حضورنا والتغيير عم نسير بيخفف شوي من الهدر بيخفف شوي من المصاريف الغير ضرورية وبركز على الأمور الأساسية بالبلدة وخاصة بتتفتح العين أنه شو عم بسيط طبعا تتفتح العين بترأيب أكتر بتكون حاضرة تحت المجهور يعني تحاضرة لحتى لإنها تقدر تعالج محل ما بيكون في خلل وشغلة برجع بقول محرك يعني مطار لحتى لإنها البلدية ما تنام على أمجاد معينة يزفتوا طريقوا بعدين يروحوا خمسة سنين يناموا أو يرجعوا يبحشوا يزفتوا يدلوا يلتزموا يدلوا يلتزموا زفتوا يرجعوا يسكروا الشي اللي يرجعوا بحشوا لا أكيد بالأداء نحنا يعني بدنا نكون حريصين على إنه هيدا الأداء يتحسن مش هكي نحنا حطينا عنوان إنها عمرها 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 يعني بتكون تشامروا عزنوتكم وبتكون نفرجونا شو بتاعكم وعند معكم ست سنين وست سنين مش لازم تناموا ولا نهار لأنه بالآخر الناس معولي أهمية كتير كبيرة على أدائكم لأنه أنتوا عم تقدروا بمحل معين تكونوا البديل عن هيد السلطة المركزية عم تبين صوتكم عم تعطوا إيميل يعني مثلا بموضوع النفايات كتير من البلديات تتكلوا أنه شو قالوا قالوا خير مش مسؤوليتنا هاي مسؤولية الدولة والخير لا وقت الدولة بتتقاعص وقت الدولة ما بتقوم بعمله بتنشل بالطريقة اللي انشلت فيها وخاصة بموضوع النفايات أنت رئيس البلدية هلاك مسؤولية بدك شو شو بك تعمل في بلديات شايفت شو بلا تعمل في بلديات ما عملت شي تركت الزبالي بأرضها وقالت أنا ما خصني في ناس بيادر يتحرك في مجالة طبعا بإطار معين بيضل في مجالة التحرك يعني رئيس البلدية بدو يكون والمجلس البلدي بدو يكون خلاق مبدع يعني بدو يخترع القصة ما بدو يقول قلت ما عمل زياد حواط مثلا بزبال زياد حواط اللي هو رئيس بلدي ممتاز وفي رؤسة بلديات بالمطل نكمل ممتازين وحتى من يلي نحن اتحلفنا معهم يلي منهم معنا كمان قاموا بعمل اللي بأس فيه على هالمستوى هذا يعني عم بحكي بجدائي دي بدك واجه نقول اللي نحن مش فيهم صار في حردية صار في حركي يعني وقفوا واخدوا مبادرات يعني وقفوا الشباب وجربوا خاصة برومية ببلدات ببلدات عديدة صار في مبادرات كتير حلوة راحوا فرزوا يعني دفعوا فرزوا حرقوا جزء بسيط دوروا لموا وظفوا شوية عمالة زيادة تتروح هي تجيب المفروز ما هاي كمان بتدخل بالسياسة انه يا الفساد يا عدم الفساد لانه فيه محاصصة عندها مثلا برومية مثلا وظف عمال اضافيين ليروحوا هني ياخدوا نفيات مفروزة كارتونة المفروزة واول جمعة بيجوز الناس ما فرزوا مظبوط تاني جمعة قالوا انه اكتر واذا كانت مش مفروزة ما ياخدوا منهم ما ياخدوا الا مفروزة تب الاخر كل الناس صار تفرز بالبيع صار فيه ثقافة عندهم انه الفرز هو ضرورة والفرز تضح انه بيقدر يشلك اكتر من تلتين من نفايات وبيعطي مردود وبيشلك تلتين من النفايات اللي موجودة يعني من كمية النفايات بيضل في التلت العضوة يعني فيك تتعاطى معه بغير طريقة بس انه ما فيك تجي تعمل جبال بس هاي ما بتتعلق كمان بتعاصم الحصص انه نحنا بناخد من هالمشروع بناخد ما كمان بتتعلق لا يعني اذا بتفرز وكذا بتاخد من درب الناس اللي بيتحاصصوا بغير خطط هلأ عليك الحال هاي دي بتساعد على مثلا تغطيط على اقل نفقات العمال الاضافيين اللي انطارت البلدية نتوظفه انه اجل انه تقدر اتحاد البلديات بالمتن هل هناك معركة يعني نحنا بنشوف انه استاذ انطانشا خطورة نطاحش كتير مرات نيكول جميل بتقول اذا كان فيه ظروف انا ممكن والستميلنا المر موجودة يعني يعطيه الصحة كمان برأيك فيه معركة عليها واضحة اللي بعد ما توضح بيضل فيه هيك عين على الاتحاد بس مش عملينا معركتنا يعني تكون يعني مش مستبقينا لا شو بيصير بعدنا من بلديات شو هدا بيبين ساعتها شو الاتجاه بس ما فيه مش حطينا هدف يعني ما حدا حطيته هدف وعمش على الاقل مش نحنا نعم استاذ ايدي قبل ما بناخد فاصل وننتقل الى الاوسع الى الانتخابات النيابية نعم مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام استاذ ايدي قبل ما مراحب فيك مرة تانية يعني ما سألناك عن جوني لانا عم تهتم بالمتن وهيك بجل الديب يبدو انه في معركة قوية خايدين انتو والطيار البلديات عم بتبين معلمة واطعتوا بعض الامور الاخرى مثل باسكنتا وغيرها عم بتبين معلمة بجل الديب بجل الديب ايه واجبالا يعني يعني نحنا والطيار متفهمين على كيفية ادارة هدا الموضوع متن يبقي نموذجي نوعا الى حد شمالي الى حد بعيد بهال المصالح ايه وصراحة عطت نتيجة لانه الاجواق جايدة كتير بيننا وبين الطيار والتفاعل عم بيكون ايجابي وفي محلات اوكي بيكون في مشكلة معينة متفهم على حلة يعني كمان او على انه الماضي بيعني ما انا عاملينا شغلي هيكي عصبية وانه كذا وانه خلصة الدنيا ايه ما ابدا احنا ما اعتبر بكرة بتخلص الانتخابات منسلم على الربحه وكل واحد بياخر حظه استاذ قبل لمع اذا بدنا نوسع ونحكي عن المشاريع الانتخابية النيابية نعم احنا على كل حال صارنا سنتين بدون رأي الجمهورية وهذا اللي لازم ينتخبه الرئيس ولكن اذا عم نحكي عن المشاريع الانتخابية اليوم انا بسارشتور ساركيسيون ما بيعطي عمل بيقول ما كله ما رح يزبطه ما بعرفشه وبده وقته فيه تسويف القوات اللبنانية بالسابق كان طرحها 51 دايرة بعدين عندما بعد ما طرح اللقاء الارتودوكسي مشروع اللقاء الارتودوكسي ونزحها جانب رح نحكي عنه ولكن صار فيه اتفاق بينكم وبين المستقبل او توافق بينكم وبين المستقبل الاشتراكي انه ستين نيب على الاكسري على النسبة وثمانة وستين على الاكسري الرئيس بري طارح 64 ب 64 ليش كل هاللغط هيدا هل حتى ما تصير انتخابات نيبية حتى ما يكون فيه مشروع متفق عليه ام انتوا كنتوا جدين بالواحدة وخمسين دايرة نحنا جديين بالمشروع المختلط اللي قدمناه وحول ستين بثمانة وستين حزوز المشروع المختلط كتير كبيرة الفروقات او الاختلافات هي بسيطة جدا وقالا بقول هون بدى تبين النوايا يا اما هالاختلافات البسيطة بيزللوها وبالتالي بيكونوا عطوا نوايا حسنة تجاه انه ايجاد اتفاق حول مشروع يرضي الكل او بتكون النوايا غير حسنة وبالتالي هاي الاختلافات البسيطة اللي ما بدى شيء تحتالي انه تترقلج نعم وترضي الكل ساعتا بيكون حقيقة فيه سلبية فيه خلفيات لعدم اجراء انتخابات نيابية حتى بوقت يعني فيه افتئات على المكون المسيحي الوطني يعني ولا انه فيه افتئات على الاعزاب هو اتنين يعني خلينيقول اتنين سوا نعم يعني فيه عنا مشكلة انه خي ما بقى نحنا نقدر نقبل بانتخابات نيابية بمشروع الستين مش واردة عنا ولا طريقة بتكون اكتر شيء تمثيل صحيح نحنا عم نفتش على التمثيل الصحيح التمثيل الصحيح كل الناس تقيوا فيه تقريبا تقيوا حالهم فيه يلي هو اكتر شيء ممكن المشروع المختلط مشروع المختلط بقى وحقيقة الملاحظات حول المشروع المختلط هي ملاحظات بسيطة بشيناك عم بقول انا هلأ بانيشوف حس النية من سوق النية هلأ بانيشوف مين فعلا بدو يبين عن حس النية ومين بدو يبين عن سوق نية لقلنا هي جريمة بحق التوازن باللبنان وبحق التفاهم إذا بدك ولحتى العقد اللبناني بقول لي لأنه هون حقيقة في تظلم على شريحة كتير كبيرة من الشعب اللبناني يلي هي معتبر حالة أنه مظلومة وخط وأنون الستين وعم بيقولون هل فئة نحن بدنا إياها تكون شريكة طبعا إذا بدهم مظبوط يعيدوا التوازن بدهم يرجعوا يشوفوا كيف بدهم يصفوا نواياهن تجاه هذا الإنون المختلط يلي عمليا الفروقات عليه أو الاختلافات عليه لا تذكر إذا الرئيس بري طارح 64-42 وانتوا 60-68 يعني أقراب مين لكن ما بده هذا بده نشوفه هلأ هل طبعا بده يبين عن المحاك بده نشوف مين ما بده انتخابات نيابية أو مين بده يرجع يضل محافظ لا تغوازن باللبنان يلي بده يؤدي إلى حالات إذا بدك لا استقرار سياسي هذا بتكوين الدولة طبعا بتبلش من مجلس نيابي هذا يعني بياخدك على محل غير مستقر مجموعة بده تكون حقيقة غير راضي من النتائج ومعتبر حالة غير ممثلة تمثيل صحيح وبالتالي ممكن أنه تخلق ترجع استضامات سياسية وخليني أقول انسداد سياسي بالأفق يعني ما بيؤدي إلى بالعكس اللي هو الحل يلي الكل بيلتزم فيه والكل بيرضع عليه وبالتالي بيخلق توافق بين كل الناس لحل مشاكل البلد هيدا نحن البدنا أستاذ آدي أبو اللمع إذا تضاربت كل هذه المشاريع أو تضاربت هذه المشاريع مع النيات ما بعرف إذا فيه مشروعين ممكن يحلوا القانون الأرثودوكسي أو قانون الدائرة الفردية يعني 128 نايب 128 دائرة تب اليوم وقت تتعارض كل هالأمور لا مثلا يعني أنا بعتقد أنه بالسابق كان فيه عندكم أفكار مثلكم مثل حزب الكتاب مثل الكتلة الوطنية حتى الأحرار حتى الطيار الوطن الحرق ما عنده مشكلة بالدائرة الفردية طالما أنه ما فيه فريق بيخوف حدا فريق بلبنان ما حدا بيقدر السيطر على حدا لاي ما بينراه على الدائرة الفردية لك الدائرة الفردية هي نظريا بالنسبة ل يعني محل ما هي مطبقة بالعالم محل ما فيه إذا بدك شعب واحد ما عنده اختلافات لا طائفية ولا غيرها ايه بالتالي بيصير في تقسيم للدوان انت بتعرف انت تقسم الدوان مئة وثمانة وعشرين دايرة مئة وثمانة وعشرين دايرة طعا باللبنان اليوم قسم مئة وثمانة وعشرين دايرة إذا كنت ظلمين أنا بترح السؤال هاي تضايعة منفوتها لا منقصها لأنه هاي دي مختلطة هاي دي فيها أكتر من ما بتزبق يعني نحنا أوكي الميثاليات حلوة ونحنا منتمنى هاي دا أنه حلو وناجح لأنه إذا كان مطبق ببعض البلاد اللي هي رمز بالديموقراطية بس ما بدي آخر بديك تشوف إذا بيتطبق إذا فيه إمكانية لتطبيقه كان بيه إذا بدك تشي تفوت بتقسيمات هاي دي بترشي على بتعمل لك بشي أهلية يعني السابعة كان عندكم الواحدة وخمسين اللي هي بتعمل تقريبا 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 النسبية والديرة لا لأكت لأكت مرتكزة إذا بدك على واقع معين نعم وبالتالي ما ما فيه كتير قص فيه كانت الفرز طبعا تقريبا واضح فيها شوية تعديل طبعا بس تفوت على مية وثمانة وعشرين دايرة وتقصمها هاي دا ما بدل خبرك هاي دي ساعة مشروع مشروع حربي طيب هلأ بالنسبة لل الأورتودوكسي يعني لاش بيخافوا منه مازال ما فيه فريق ممكن يسيطر على فريق أعتبر الأورتودوكسي أعتبر غير موثاقي وفيه اعتراض من من كتير من الفئات اللبنانية اللي بتعتبروا أنه هيدا يقصم مذهبيا ويقصم طائفيا وبالتالي لا يرضي تما كلنا شو ركاء بالسلطة يعني اليوم إذا طلع أدي أبل لمع نايم أو طلع جاره يعني شو الفرق بس هيدا لا يرضي إذا بدك فئة كبيرة من الشعب اللبناني لأنه يعتبر أنه تقسيم مذهبي وتصير تقسيمات على أسس مذهبية وهيدا شغلة غير صحية إذا بدك لبلد مثل لبنان وأنا بعتقد أنه شاطر هيدا الرأي نعم استاذ إيد لما صنع عمان عمين من دون رئيس للجمهورية الكرة أين اليوم يعني اليوم الدكتور جعجع شهل كل شيء عن كتافه وقال أنا بعد 30 سنة عملت مصالحة مع الطيار الوطني الحر وهيدا كان مطلوب عند أكترية الناس لو في ناس قالت يرجعوا تصالحوا مبين وكذا ولكن بعد 30 سنة صار فيه مصالحة وأيتوا ترشيح العماد عنه طيب اليوم الكرة أين وين العصوية اليوم أنتو بتزدتوها على مطرح وغيركم بتزدتوها على يكونوا وأبعرف يعني بالسياسة الداخلية وبالتراشق الداخلية نعم في شوية هيك تراشق إذا بدك ونهم الناس أوقات عن خطأ وكأنه الموضوع اللبناني لبناني ونحن بنعرف أنه الموضوع ليس بلبناني لبناني الموضوع أكبر من هيك بكتير وفي تدخل واضح وعليك الحال صار واضح للعلن يعني للناس حتى نحن إذا بعدنا مفور بمناكفات محلية إنه هذا لا مش هيداك ليش أنت صوت له هيدا إذا إذا بدك باللعبة الداخلية يعني السلام للمظهر الكارجي ولكن ولكن الوضع منه هيك في تدخل واضح بموضوع الانتخابات من قبل إيران يعني خلينا نقولها بشكل صريح وواضح مش بس إيران مش بس إيران لا إيران هلأ بوقت الحاضر لأنه ظاهر أنه هن الإيرانيين يلي مسكين يعني هذا الموضوع وعملين عليه نوع من هيدا لو قالوا أنه حزب الله سيد نفسه هو بيقرب هيدا حكي نحن ما بيقنعنا يعني صراحة بشكل واضح ولأ من الواضح أنه المشكلة هي هون وهيدا المشكلة يجب على الإيرانيين على أنه يفكوا أثر هيدا الموضوع لا يتدخلوا في شأن لبناني لا عبر حزب الله ولا بالشكل المباشر بقى بالتالي هيدا هيدا الموضوع هون هلأ بالتراشق الداخلي بفترة كانت السعودية مثل شبه فيتو يمكن اليوم عنكم اتصالات عم تعرفوا شو عم بصير صراحة أنا ما في فيتويات بمحل في أنه بالآخر كان حزب الله عم بيقول أنه أنا مرشح الوحيد والعماد عون قال أنه فضل نحن أيدنا هذا الترشيح ليش ما أيده هذا سؤال نحن بالآخر ما كان أنه التعطيل جاي من محل معين حلانا قلتوا أنه عنده حيسية العماد عون ما ها من أيد العماد عون بهذا الزفر ما فيه يعني هيدا كان الكلام اللي عم بي نحكي ونحن قمنا بتأييد العماد عون من أجل طبعا أيضا حل هذه الموضلة يلي كان حطينا بوجنا أنه ما بتنحل إلا بالعماد عون ترميح نحن أيدنا العماد عون عمنا بالمصالحة ورحنا بالمصالح على آخر وأيدناه لأنه نعتبره أنه هو هلأ الرئيس يلي ممكن أنه يحظى بأكبر حيسية حيسية ممكنة طبعا وإضافة إلى الكم بصيرو 8 أو 5 طبعا طبعا وبالتالي أنه ما فيه إشكالية هون على الصعيد ومسمع من الميل تاني أنه لأ في مين بيقوله ل مثلا الوزير الفرنجي أنه خليك أنت على ترشحك وأنت يعني فيه مثل توزيع أدوار سلبي ما عم بيخليه من قبل حدا ما بده رئاسة جمهورية هلأ لأنه لو بده رئاسة جمهورية هو اللي حكي عن العماد عون وهو اللي يزكاه ونحن اللي من زكاني بطل بده ينتخبه طب ما بيتحمل كمان طيار المستقبل داخليا يعني نوع من المسؤولية إذا قلتوا بهالمفهوم أنه وينتخبوا العماد عون هلأ هلأ كل من يمكن هلأ خلي يعني المعنى الأول هو حسب الله بهذا الموضوع خليه يوافق وبالتالي منشوف ساعتها لمين بنتحمل مسؤولية عدم انتخابه بمعطياتك أو بتطلعاتك لما يحصل حول لبنان يعني إذا سوريا اليوم مساء عمله هدنة بحلب بكرة يمكن تخرق وبعدين بيرجعوا مجلس الأمن تاخد وقت برأيك هل عندما تدخل يدخل المسار السوري ظرف أو منطقة معينة من البداية الحلول هل يمكن أن ينتخب رئيس بلبنان هلأ منا مرتبطة هلأ بالمسار السوري بس لأنه اللي عم بيصير بسوريا طبعا مأثر علينا عم مستوى الرئاسي لأنه طبعا هلأ إذا الإيرانيين ما بدنوا الرئيس لأنه معلقين كل شي حتى الساحة السورية هي ضغطة على الساحة السورية لأنه معتبرين أنه هني مشغولين بالساحة السورية وما بدنوا أي تغير باللبنان من الحال اللي موجود فيه هلأ قبل الانتهاء من الأزمة السورية هاي دي هي إذا بدك الأزمة الأساسية طبعا المأثر علينا بس أكيدة كمان بدنا نشوف شو عم بيصير بسوريا يعني اليوم جرائم الحرب اللي عم بيصير بسوريا هي جرائم كبرى وجريمة ضرب المستشفيات بحلب وقتل المواطنين العزل والناس هونيكي بالطريقة اللي عم بيصير ودبحهم بهذه الطريقة طبعا هاي دي جريمة ضد الإنسانية مش نجح الحكم هونيكي أنه يفرجيك أنه إذا أنا ما ضربتهم رح يكون داعش عم بفرخ نجح يعني لا ما كتير نجح لأنه صارت واضحة لذا الكل أنه بالآخر داعش والنظام السوري هني تزين بالبيس واحد ما تخزي رحقولها بالمشبرح على التليفزيون مع أنه ممكن تحيب بقولها بهالطريقة هاي دي بس لأنه هني فعلا عم بي بس تلك الدول التي كانت تتباهى بدعم الدول عم بتوزعوا الأدوار وقتل بيوزعوا الأدوار بين بعضهم عم بيوصلوا لمحل أنه صاروا اتنينتهم عم بيشكلوا أزا كتير كبير على الشعب السوري بشكل لا يطاق ولا ولا يسمح بقول هالطريقة الدول اللي كانت بالمحور التاني مش اللي عم تحكي عنه المحور التاني اللي كانت تدعم السيادة والديمقراطية وكذا هي كمان أتاحت لما يحصل علي المسؤولية الأكبر نعم علي المسؤولية الأكبر علي المسؤولية الأكبر في بعض تداعيات هذه الأزمة وفي ناس كتير حكيتها بصراحة أنه النازحون السوريون نعم ما احترامنا لإلهم وبالعكس تعاطفنا معهم ولكن تعرف أنت الوقت بلبنان كل ما يتقدم الوقت كل ما النازح أو اللاجئ بيتبلد أكتر وبصير فيها مشاكل كتير ليعود على مطرحه هندك مليون وسبعمائة ألف أو خمسمائة ألف افترض نصهم ما رح يقدر يرجع شو بصير مسؤولية مين أنا برأيي أنه كل الشعب السوري حيرجع لبلد وهيدا رأيي أنا عم بقوله رغم أنه فيه ناس مش مقتنعة بهايك نعم اليوم لو ما يكون أنت عندك أرض بعد فيك ترجع لها بتضلك عيش كاليجي بأي منطقة هيدا حكماً بك ترجع على أرضك لو شو ما صار الشعب الفلسطيني ما عنده أرض بقى يرجع عليها ما عنده دول ما عنده دول ما عنده أرض يرجع عليها مش هيكي بعده موجود بس إذا في أي إنسان على وجه الأرض بيقدر يرجع على أرضه لا بيفضل اللجوء عليها إنه هون باللبنان الجو أحسن أو إنه والله ممكن يكون عنده مستقبل أفضل لا عبر التاريخ معروف لبنان ما هو إلي الحريات طبعاً يعني هاي مزبوطة بس ما بالآخر في عندك وضع اللجوء وضع اللجوء هو وضع صعب على الإنسان بقى الإنسان ما بيفضل اللجوء إلى أو العودة إلى أرضه إلى كرامته وإلى ما يمثل إذا بدك وطنه بالآخر أنا مني مقتنع يعني العودة تنتظر عندما يفرز النفوز داكل الحدود الصحيح صحيح مشاهدين الكرام نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار اشتركوا في القناة